بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته قضية الرزق من القضايا التي شغلت بال كثير من الناس مع أن الله عز وجل قد تكفل بها وضمنها قال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هذه القضية تكفل بها ربنا تبارك وتعالى الله عز وجل خلقنا في هذا الكون لنعبده ولنعمر الكون وتكفل سبحانه وتعالى بأرزاقنا وضمن سبحانه وتعالى الأرزاق قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالإنسان مرزوق لا محالة الإنسان مرزوق لا محالة ولكن على الإنسان أن يعلم يقينا بأن هذا الرزق بيد الرزاق وهو خير الرازقين قال الله عز وجل وهو خير الرازقين يصف نفسه بأنه خير الرازقين قيل لامرأة مات زوجها ماذا تفعلين بعد موته وقد كنتم تعولون عليه في الطعام وفي الشراب وفي الكساء فماذا أنت فاعلة وكنتم تعولون عليه في كل شيء فقالت المرأة الصابرة قالت المرأة المؤمنة عهدته والله أكالا ولم أعهده رزاقا فلئن مات الأكال فلقد بقي الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ومن يمعن النظر في القرآن الكريم يجد أن الله عز وجل قد ذكر في القرآن أسبابا للرزق وللبركة في الرزق اقرأ قول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هنا رب العالمين تبارك وتعالى يخبر بأن من حقق الإيمان بالله عز وجل واتق الله عز وجل فإن الله يفتح له البركات والفتح من الله لا يضاهيه شيء الفتح من الله لا يضاهيه شيء قال ربنا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لم يقل ربنا لفتحنا عليهم أموال لأن الإنسان قد يرزق المال لكن المال لم يكن فيه بركة أو قد يرزق المال لكن المال يكون سببا لشقاء الإنسان فهنا من حقق الإيمان والتقوى الله يفتح له البركات ليست بركة واحدة وإنما بركات وفتحات من الله عز وجل ولذلك أول سبب من أسباب البركة في الرزق أن يتق الإنسان ربه تبارك وتعالى قال الإمام الشنقيطي للرزق أسباب ستة محققة تقن توكل صلاة صدقة كذل استغفار ثم التحرك كل جاء في الكتاب مدرك لكننا من جهلنا لم نعمل إلا بما يتعبنا من عمل أول سبب من أسباب البركة في الرزق تقوى الله عز وجل قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وإذا فتح الله عز وجل للعبد بابا من أبواب الرزق فلن يسد إلا إذا عصى الإنسان ربه تبارك وتعالى أيضا من أسباب البركة في الرزق حسن التوكل على الله عز وجل فإذا صدق الإنسان في اعتماده على ربه وحسن توكله على ربه تبارك وتعالى فإن الله يفتح له الخيرات ويفتح له أبواب الخيرات والأرزاق قال ربنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه أيضا من الأسباب التي يتحصل بها الإنسان على البركة في الأرزاق الصدقة وما سميت بذلك إلا لأنها دليل على صدق إيمان مؤديها أي أن العبد الذي يخرج صدقة هي ليست مفروضة عليه وإنما يؤديها بنفس راضية وبطيب نفس منه فهذا إن دل فإنما يدل على أن الإيمان قد اكتمل في قلبه فيخرجها لينال الأجر من الله عز وجل ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة قال الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أيضا من الأسباب التي يتحصل الإنسان بسببها على البركة في الأرزاق أن يسعى الإنسان على الرزق قال ربنا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فاطمئنوا لموعود الله عز وجل واعلموا بأن الأرزاق مضمونة وأن الله خلقنا للعبادة وتكفل سبحانه وتعالى بأرزاقنا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى النبي المجتبى وعلى آله والحمد لله رب العالمين